هو يجي يريد يدي للخدمة بدون ما يستفيد وهذا التوجه تلاحظون أنه أعطه حيز معين بالنسبة إلى طريق التنمية أمي ما ظلت إزبالة بتركيا وإيران إذا ما أبعوها بالعراق هذا موضوع آخر أنا كل شيء ضد يعني أنا طبعا هذه البراعة حتى يستفاد التكامل الاقتصادي التركي والإيراني وبالعافية اليوم ومن حقه أرقام عالية جدا أنت قل لي ماذا استفدنا من تركيا وماذا استفدنا من إيراني هو هذه النقطة هسا إحنا من نضع هذه في كل العلاقات موضوع ملف البيئة الربطة في المصالح المشترك هذا مسألة أصبحت واضحة جدا وهم يدركوها كل يزين يدركوها الطرفين يعرفون أنه أنا طبعا ما أخفيك ضد هذه الموضوع البضاعة التعبانة لأن هذه ضد مصلحة شعبنا هسا هاي المواد التشيبس والدستلات كلها بصفحة كلها بصفحة والسايبة بصفحة هاي بالله أنا من أشوف السايبة من أشوف السايبة لو روح تلعب والتكتك لعجزه أنت تتحرك بيه إذا طبع لا لا أنت زين خليني خلين روح لا ما تدري موضوع أخي شوف أنا من أياك اتفاك أقول لك حقيقة أستاذ نجم أحنا نكون حقيقيين واقعيين إحنا 1200 كيلو متر مع إيران لكن مشروع واحد مشترك ما كنت تدري هاي الحقيقة هذا المشترك ماذا يحقق إذا أرى مشترك خلس سؤلف لك شي حقق يعني أنا على سبيل المثال لو كان أكو علاقات جيدة وبانينها على الشكل صحيح بسد درباندخان الويند حاليا طاقة الخزنية 39 متر مكعب مليون متر مكعب 39 مليون هذا لو مقدمة مقدمة مسافة كيلو متر واحد باتجاه إيران هو السد داخل أرضي عندي أنا أتحكم به كان ممكن أن أخزن 100 مليون متر مكعب شلون؟ يعني البحيرة راح تكون أكبر بس جزء من البحيرة تدخل في إيران وإذا ممكن أن أتفق معهم بهذا أن تكون هناك مناطق متموجة ما عندهم زراعة ما عندهم استغلال إليه لكن تقول لا ربما يستفاد من الأغراص سياحية يعني إلى أي مدى أنت ممكن أن تثق بهذا هم مجريات الأنهار ومنها الكارون سدوها عيني عينك من أجل مصطحتهم والله أنا ما أعلمهم من أجل مصطحتهم بس أقول لك حقيقة أستاذ نجيم أنا أتحدث بالواقع أنا هذه طريقتي بالعمل الكارون نهر إيراني بالكامل بالصرف حاليا بعد اتفاقية الجزائر لأن الحدود أصبحت في نصف شط العرب شط العرب أصبح نهر مشترك الكارون صار ينبع ويسير ويصب في إيران كل العالم والخبراء بعد أن تم تغييره نعم لا 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 ما غير هو الكارون باقي بس أكون شط بهم يشير موازي شط العرب ممكن يحاولون الماء بس ما يقدرون يحاولون كل الطاقة لازم يجي لشط العرب ولهالسبب العام الماضي أنا أول نقطة أثرتها وياهم هي هذا الموضوع وقلت لهم يا أخوان أنتم مو من المنطق إحنا حاجة لهذه المياه يتحول إلى باميش ديش ما يجي لشط العرب وفعلا العام الماضي لو لا فتح الكارون إحجيت لها لو لا فتح الكارون كان الوضع بالبصر سيء جدا لكان ازداد الإسان الملحي نعم إذن قدرنا نسيطر العام الماضي نتيجة فتح الكارون وهذه سنة إن شاء الله أنا عندي يعني هدف أنه يستمر الكارون المفتوح حتى نسيطر على الوضع في الجنوب وفي شط العرب إحنا نشوف لازم نكون مع تركيا لازم تكون عندنا علاقات مبنية على أساس المصالح المشتركة الرابح الرابح يا أخي ما ممكن هو يجي يريد يدي للخدمة بدون ما يستفيد وهذا التوجه تلاحظون أنه أعطه حيز معين بالنسبة إلى طريق التنمية شريك تفعل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر